تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام شديد موضوع معاناة الصيادين والبحار البحرينيين جراء قيام دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقتهم أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين مؤكدة أن هذه التصرفات فيها خرق لكل الأعراف الإنسانية والجيرة والأخوة بين أبناء الخليج الواحد وتبدي المؤسسة أسفها من قيام السلطات القطرية لهذه التصرفات التي من شأنها الإخلال بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية نهيك عن انتهاكها لأهم المبادئ الإنسانية وهو مبدأ حصن الجوار إلى جانب انتهاكها لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأهمها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعليه تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية احترام حقوق الإنسان انطلاقا من المبادئ الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث أن ما حصل واستمراره يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ويعرض حياة الأبرياء للخطر وتدعو المؤسسة الجهات المعنية في مملكة البحرين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الهدفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحار المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين